السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين ومشاهدي قناتي بتاعتي فيه ورجعنا لكم فيديو بديد والنهاردة هنعمل لكم الطيارة المتر ومص وطبعا مش هنعملها ببوز احنا استبدلنا البوز بخشب زان تضايب خشب زان رفيعة وهتبقى جيدة معانا وزال فل وهستحمل الطيارة ان شاء الله منشط الكسر ويلا بينا نبدأ وطبعا زائر معانا في الفيديو من نهاردة المعالم ماجد اول مرة يصهر في قناة الداع وممكن يصهر ان شاء الله كتير للا يوم الجاية هو برضو بأيطار الطيارة الول احنا ناخد الحتة المتر من نص ديت وممكن نقصها كده هي بالضبط هناخدها نعلم على ال 75 كده مضبوط النص بتاعنا هنجيب الخط بتاعنا ونعمل عودة بالعودة دي ما بتدمتهاش اول وهنجيب الخط بتاعنا وهنجيز كده ونجيز تاني كده مضبوطة كده النص بتاعنا تماما هنجمد بقى عليه عشان ما تحركش معانا كده ده المص المنتصب بتاعنا هنجيبها العودين المعنى التانية هنجيبها العودة التالت ده هنعمل فيها عشرة سنتي من كل جنب هنجيبها عطوا المتالي عشرة سنتي من كل جنب هناخذ ذلك في عشرة كلها طبعا لو صغيرها مش هتتعد ما جده في الشوق بس ان شاء الله هاتوا خلص بردو ناقطة اوهده تماما واحدة قبت خلص بردو نبدأ فقد اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر